زون ميكست في حفل القرعة تقريبا الابهار بديم انتوى كالعادة عودتنا قتفر تقريبا ان تكون حاضر في مناسبة كما هيك وابهار تيم كان في حفل القرعة البرح صحيح كلكم طبعت حفل القرعة البرح اللي كان منقول على شبكة اليوتيوب للفيفا تيفي وكذلك على عدد كبير من القنوات الحفل كان اعتقد حفل ناجح قدم بامتياز الفنان ادريس اليا والموذيعة البي بي سي رشمين شدري وعدد كبير شفنا حتى النجمة شريهان كانت في الافتتاح حبي وجه رسائل اعتقد انه الحفل حبي وجه رسائل استخبال العرب للعالم لأول مرة في تظاهرة كبيرة مثل هذه كذلك وجه رسائل اخرى بانه كرد القدم اعتقد حبي وسطه انه كرد القدم هيش حاجة جديدة على المنطقة هذه ورسائل اخرى كبيرة لحقيقة حتى على مستوى الصورة على مستوى اللي يسميه في المساح الكلاة موند اليوم كيفاش المكان الكله استغلوه بشكل كبير سواء لإكرام ولا حتى في وسط الصالة يعني كان ابهار كبير النجوم زادة كذلك كانوا نجوم كبير كبير برشا كانوا حاضرين خطا في الكونجرس اقبل يعني في الكونجرس وبعدين في حفل القرعة في الفلسنين شفنا النجوم اللي مزال توا توا كيف سيبوا بطلو كرد القدم شفنا برشا اعتزلو كرد القدم شفنا برشا من مستيرانو المطيرات دي الأجويرو أسامي كبيرة معناها كلها كانت حاضرة الويسيجو أسامي الكبيرة لكل كانت حاضرة أعتقد أنه بشكل أو بآخر نجح الحفل وكان تنظيم متميز ربما ما حبش نقول الكلام هذا لأنه نخدم في قناة قطرية ولا لأنه في قناة الانتياس ولا لأنه كذلك عندي نشاط ثاني مع الفيفا تيفي ولكن لحقيقة ما شفناش أغلاق كبيرة تتذكر معناها شفنا مرة سعير عادي سعير ممتاز الفضاء اللي اختاروه زاد قصر المعارض والمؤتمرات في الدوحة اللي بحث انتياس فهم تعرف في الدوحة بحث سيتي سنتر يعني ممشيناش الفندق ممشينا الفضاء آخر أكبر منه وبالتالي تم استغلال المكان واللي أعجبني فيها أنه أحذرت أنا الكونجرس وبعدين أحذرت القرعة يعني كيانك في مكان ثاني سبحان الله في أقل من 24 ساعة كيفاش حولوا المكان من من كونجرس القرعة معناها غيروا تماما حتى 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 المكان الكل تغير المداخل ومصارد وهذا أعتقد كانت ناجحة معارش إذا كان كانت حاجة معينة أه تحب هو أنت حكيت على شريهان ذهلي حضورها مفاش أكين مكانش مبرمج على أشي اختلال على شريهان بالذات صحيح هو هو فما فما حشين لعبه عليهم أولا هي شريهان نجمة العربية وأعتقد أنه كان خلال ما سمعت حتى في أيامات حتى في الأشهر اللي قبل القرعة أنه كان مبرمج يكون يكون عندها عرض على سلسة أنه تكون لبسة عليها ويكون عندها عرض فهي كانت مريضة معناها مرفع فهي كانت مريضة ما كانتش تتخلم بسلسة زيادة أي بطريقة هذيكة معناتها حضرت فظله وربما فأنا حاجة قرأوها الناس اللي حضروا وأعتقد ما هي شغال تبرشة خط الحضور شريهان في افتتاح القرعة ومشاركة رابح ماتجر في القرعة كأحد أساطير المنطقة العربية أعتقد أنهم ما جمروش مليح ما أنا كأنه حكاوا على مصر وعلى الدائر اللي هما الاثنين للأسف غاد أراها الفتصوصيات ما همش بشيكونوا في كاس العالم اجتهادات سعناس ولكن أعتقد ما هيش غال تبرشة ما هيش معلومة ولكن هيش غال تبرشة حبينا بصراحة يعني كلنا كانت عنا ملاحظات معينة ما أنا في النهاية واحد تونسي حبينا تارق فيها حبينا حاكم ترابلتي حبينا أسطورة من أساطير كورت قدم أسطورة على الأقل المنديالية حتى في الكاف مش كان في الفيفا حتى في حفل يتم تجه التوينس يحضرهم العالم من الأفريق الكل مصر من المعرض كان توينس أنا أنا نقول لك عليش هما بصراحة النجوم متاعنا حتى في خلال الفترة هذه اللي تعرفنا عليهم وانتي تعرفهم زادة هما زادة مقصرين في الجانب هباية النجوم متاعنا ما يدخلوش الواحد برشة ما يمشيوش ما يزيوش ما يقبلوش حتى مثلا في الاستضافات ينجموا أنا تهو درنير معنا تهو كان عندي انترفيو في فترة كاس العرب مع الفيفا تي في دوكيمنتري عن الحضور العربي بشيخرج على قريب إن شاء الله في عملية الدبل جاء ما هو انتاج الفيفا تي في يعني نجوم بلدان ثانية كان بسهولا نكلمهم يجيو تونس طرق بياب اعتذر سامي تربلسي اعتذر سامي تربلسي أنا كل واحد شي حكي على مونديال معايد حتم تربلسي اعتذر نبيل معلول من نجام شيخرة من الكويت إلا كريم حقي وقت اللي جاء في الكاث العرب ما نتكلمناه كان مشكور جدا نتعاون معنا وبالتالي أنا حرام تاريخ نتاع تونس في الكاث العالم خمسة مشاركات ما يتلخصش في كريم حقي على امتياز كريم حقي ما نقولوش لا ولكن ثم برشة حكاية حلوة حبيبنا سمعهم يجيو مضوما مش متعاونين انت تقول مثلا واحد تتكلمه الفيفا ولا دوكيمنتري بشيقعه في اللزانات بتاع الفوتبول يرفض غريبة شوي وحتى مع اللجنة هنا تكلمت معاهم من حلوش نتاول عليك حتى مع اللجنة العليا المشاريع والقرس هنا لأنه فهمت سفراء المونديال يعني أنا واحد من الناس كانت عندي جلسات برشة معهم وقلت لهم ما انت كيفاش يكون موجود الجمعة موجود ابو تريكا اللي عمرهم ولعبوا مونديال وما يكونش موجود حتى المترابلسي وقلت لهم يعيشوا في قطر وكذلك ولعبوا مونديال قالت أخويا هما محبوش معناه اللوم الويحنا أكثر ظلأ حاتم تخلي معنا قالت حاتم تخلي معنا في استتاح ملعب الجنوب وكان حاضر وبعدها ما يجاوبش نستدعوه ما يجيش وعندي التزام هاو عندي استوديو هاو عندي كذا وبالتالي اللوم الويحنا نحنا قبل ما لوموا الناس باخرين مولدي فقط بش منطولش عليك ظهلي أهم ردود الأفعال خاصة من جانب التونسي كون تقريب البارح الأكيد الوديع الجريج القادري البحثة التونسية كيفاش كان ريلاكسيوم تاحهم معناها بعض التيراجوسور تصيح كون تقريب تصيح كون تقريب هذي حاجة معدها طبيعية وعادية والله ردود الفعل كيس العالم من نجموش نتبناه حاجة أقل معناها صراحة نعطيك مهو السر أنه اللي كنا اللي كنا أحنا ولا كانوا هما يخايفين منه هي مجموعة تلمانيا وسبانيا لي ما فيهاش حتى حل معناها مجموعة الأخرين تقريبا متوازنين بشكل ما إذا تقاني أنا على رأي مجموعة ببرتغال كانت أهون شوي ولكن في كثة عالم ما تجمش تلقى أقل من هذا هذا هذك هو المطلوب المهمة صعيبة ولكن حكيت معهم أنا ما يقول لك إحنا نعمل لأني إنه إن شاء الله بإذن الله نوصل الماتش فرانسا على الأقل وإحنا عنا تروفوان ولا كاتفوان بش وهي على الأقل تنجمت معاها عمت عمت الماتش الثاني رأو معوش سهل إذا كانت تطلع لك الفيرو الفيرو فريق برشا لإمارات وإستراليا والمتأهل منهم يلعب مع الفيرو وعلى أغلب البيرو بش تكون أم أي على الأغلب تكون الفيرو الفيرو موش سهل بس واضح حياتك صح شكرا لك مولدي على كل هذي التفاصيل عايش شكرا لك وفيك وتحياتي معك وإن شاء الله بلتفك المتخبن بسمي إن شاء الله نكمل به معك نعيمة ظهر لي حتى ظهر معتها القرار والدوحة ظهر دولة بش تنظم كأس العالم مش تكون جاهزة وتكون علاقة من الاستعداد لأنه مش بسهل كأس العالم رأو كأس العالم تشوف البودين اللي تشارك فيه تشوف تكمل إعلامي اللي بش يجيك شوف الجماهير اللي بش يجيك إن شاء الله تنظيميا لأنه نعرف قطر معنا بلد صغير الإشكال اللي قاعدين نسمعو حتى فهم لعنا الناس الكل تحكي على كيفاش بش بش يكون غادي قداش من جماهير بش يكون موجودة يا هل ترى لأنه في قطر وإنتي كنت مشيت غادي كأسلام أنه الملاعب الكل مع بعضها يعني الملاعب الكل قريبة لبعضها كيف نعرف كيس العالم بخلف الكوس العالم معنا عادي في النار تب بعزوز ويجيث مقابلات هذا هذا هو يعني مش تلقى كبير في وسط البلاد في وسط الدوحة عندهم حل أكيد عندهم حل للكيب مش يعملوا حاجات في وسط البحر معناها عاتها بيوت صغيرة في وسط البحر مش نشوف 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 كيف مش نكتشفو نحنا نتعونا نتعونا نشوف ونشوف ونشوفو وإن شاء الله نحنا نتمني لو هو بلد عربي خطر إذا كان تتعدى حاجة بيه في قطر ويتتعدى الأمور لبس من بعد تولي من الأمل أنه يكون عندك حتى أنت يلحظ أنك تنظم كأس العالم حتى مع دولة أخرى معناها نحنا في شمال إفريقيا نجموا حتى بين ثلاثة دول نجمونا ننظموا كأس العالم إذا كان تاخذ أنباكت بيه وتاخذ وتاخذ الرؤية من لول الباية في العالم وقاعدين نشوفوا نحنا الخطاء الحثيث السعودية كيفية قاعدة تحارب أنه بالحق السعودية قاعدة تحارب أنه كأس العالم تولي كل عامين قاعدين نشوف إنفانتينو تقريبا كل ثلاثة شهور موجود في السعودية لأنه السعودية كيف وقفت وقفت التأمل لماذا لي أن السعودية هي أكبر دولة في الزون هذيك ما تنظمش كأس العالم وإنفانتينو قاعد يعني ينزل برش خاصة على البودل الأفريقية أنها توافق والبودل الأوروبية اللي هي مش موافقة برش أنه كأس العالم هذي يكون كل عامين لأنه فما فرصة كبيرة لو أنه بيش يكون كل عامين نجم السعودية ترجع عندها وتنظمها تنظم كأس العالم في السعودية وحتى نحنا عليش ليه زاد أن ننظم كأس العالم نحنا نزمنا زاد نحن 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 إن شاء الله معناها إن شاء الله شوية فلوس اللي بيجي عليش ليه وفهمها معناها لكن عليش ليه إن شوية الفلوسة دي كان نستثمروا فيها في استاداتنا نحن بالحق خطر حكاية كبيرة برش استادات تونس يلزم نقفوا عليها ويلزم بالحق يشوفو لها حل في أقرب فرصة لأنه مش معقول أن استاد رادس حمادي العقربي هو الوحيد للنجم ونلعب فيه مباريات ومباريات كبرى كمان حكينا قبيل لك قلنا أوكي المجموعة أسهل نوعا ما من 2018 لكن المجموعة متاعنا معطي الفيكتيف اللي عنا ظهل يأقل من اللي كان عندنا بالمعلوم خاصة الهجومية صحيح ممكن الفيكتيف متاعنا موش معانيش نملكوش الرصيد البشري اللي ممكن نجم نقوله للمباريات لكل نجم تكون في نفس المستوية ولا نقوم مباريات كبيرة ولا ننتظر نجم ننتظر في مباريات مهمة صحيح مباريات الح Assembly رصيد بشري فوق المتوسط انا نعتبره فوق المتوسط اه لكن منساوش اللي اذيك هي المجموعة بتاعنا وذلك هم اللاعبين الموجودين طيو في الوقت الحالي نجم مش نجيبه ولاعبين اخرين ولا نجيبه مجموعة اخرى ولا نجيبه اللوج على اللاعبين اخرين اذاك هو رصيد البشري الموجود وذاك رصيد البشري اللي متوفر عند المدرب. واذاك اللي وصلنا للكأس العالم. حاولوا طاوة كيفاش طريقة اللعب. طريقة الخدمة كيفاش بش تكون. طريقة التحذيرات خاصة النعيمة قبيلك اتكلمت عالتحذيرات. التحذيرات مهمة برشا بالنسبة للمنتخب بش يجم يونطامي الكوب ديموند احسن وجه. دي ما نقول انا الكورة طاوة معادش كورة في يعني دي تشوت الكورة ولا تعطي باس ولا تطلع بالرأس. كورة ولت قرائة. كورة ولد ولت تحذير المبارات. قبل المبارات وسبوع المبارات كيفاش تحذر المبارات متاعك. كفاش تحذر الكيب متاعك اللي مش يكون موجودة فوق الملعب. دانك كنها حاجات ونحن نعرف اللعب التونسي اللعب التونسي تكي تكتيكين ويعرف كيفاش يتصرف فوق الملعب ويعرف كيفاش يقف التكتيكين. كي يلقى مدرب يفهمو وراء جرب하고. وطريقة التواصل ما بين المدرب واللاعب تكون طريقة يعني فما فما تفاهم كبير ما بين ليطار الفن وما بين اللاعبين. خاطر اللاعب التونسي احب حwurf على ناكره تعتيكين من ضبط. ويعرض ممكن من اللاعبين الله في المنطقة العربية ولا حوادها في المنطقة الأفريقية الكل. أنا رأي اللاعب التونسي competition ممكن من اللاعبين القلائلة اللي من ضبط تعتيكين ويعرف كيفاش يخرج المبارات متاعه ويعرف كيفاش يتصر في المباريات الصعيبة، وشوفناه هذا، شوفناه في المباراة المنتخب المالي، شوفناه ده احنا الناس فهما ممكن نسمع في تحاليل اللي يقول لك عليش المنتخب المالي ملعبش با، ما كانش المنتخب بذيك اللي اللي كنا خايفين منه خاصة في المباراة الولانية اللي لعبناها في مالي. على خاطر لقاء فريق قدامه، ولقاء اللاعبين قدامه، ما خلاولوش لزي سباس بش هو يلعب، لقاء، لقاء لاعبين الوسط متاعنا ما خلاووش الوسط متاعه في المنتخب المالي يلعب من مرتاح، ولياش؟ المنتخب المالي فقد اللعب متاع، فقد طريقة اللعبة متاعه، فقد اللعبة متاعه، فقد الـ المتخاب المالي ممكن مجان جات وزو سلتف ورسب مبارات كاملة على الحرس بتاعك. ديما نقول لعب التونسي ذكي. لعب التونسي يعرف كيفاش ياخد المبارات المتاعه. يعرف كيفاش يطبق الفكرة خاصة تعال المدر. ربوع ساعة لعب. قبل ما نجيك تارك في مقابلة الاسبرونس والشباب بالوزداد واحد واحد بين الزوج جمعيات. مريزيق وحسين مريزيق فتح نتيجة الفريق الجزيري في دقيقة ثانية. وحاليا عدلت الاسبرونس. ونعطيكم بعض شوية شكون صاحب الهدف. تارك كيفاش يزمنا نلعبه مع منتخبات كما هكا. خاصة نحكي عدن مارك وفرنسا في انتظار الناف ومنتخب بالفادث. اسكو كما لعبنا مع مالي معناها الدفاع المفرط. وإلا لين حاول نعب وكورة شوية نوالي وستيلم تاعنا. كيفاش نزمنا نلعب؟ مش دفاع مفرط. انا عندي قناعة اللي رأوا فاما لكل تونيزيان المدرسة التونسية. واحنا فاما برشة من الناس يقول لك احنا دل الجزير طعب الماضي والكورة والمغرب وعليل وزيتشو ومصر. ليه ليه. احنا رأنا تونس. احنا هزينا كاس افريقيا عام 2004 وقت عبنا ثلاثة بيفويت. ووقت ما نلعب ما ننجموش نلعبو الهجوم. وما نجموش نصنعو اللعب. نلعبو على المكانيات المتاعنا. شنو اللي المكانيات المتاعنا. ريجور. ملاعب تونسي تريز انتليجون. اللي كان يحكا ليه مكملتاو. ما تنجمش تنحج الكاسكيت متاعك وتولي تحب تلعب كورة وتيكي تاكا وبوكس تو بوكس انت صاحبنا. ما عنده حتى علاقة معنا كي تخرج من الوحدة متاعك. عندك ثويب بتاع منتخب. عندك ملاعبية زمهم يلعبو. علش احنا نحكيه على جلال قادر يلتوه لعبات متنحات من المخاخ ماتش نيجيريا. لك النجاح الكبير صار في ماش نيجيريا. اذيك 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 اليكول تونيزينا. اذيك المادسة التونسية. اذيك المدرب التونسي. اللوجيك ديسكور. اتعدم على الملعبية. تمثل الملعبية. مهم ياسر روه. نجم بتحكي لتحب روه. انا فهم مدربين بغير ما ندخل لساني. في الكلام ينجم يحكي لك روه عشرين ساعة روه. ما يمسش للملعبي. المساج ما يسلش للملعبي. او ديسكور جاليين مست وينسل كل سات. دقني انا سبع فيه في الفيديو. لح ممكن قشعة. لا اصليش ماتش مالي. نحكيك انا ماش نيجيريا. ديسكور وكيفش يخدم الماتش. تعديت. لا بداي سخال الروح وبرشلونة ولا ليفر بول متاعه. نلعبه بامكانياتنا بثلاثة بفويت. فهم الشكون يسكر. الاليزاتا كون كيف كيف عندهم الرول ديفونسيف. شوفنا احنا يوسف المساكني. انا مانيش مختنع علي يلعب الوقت اذيك الكل. معناها برش عليه. معناها ما نسل بلون فيزيك ما نجمش. ما عادش نجم. ما عادش نجم. ما عادش نج لكن تشوف سليتي وشوف سيف الجزيري وشوف المساكني كيفش يجريوا. تشوف البيي فيويت مع احترامي للمنظر الكبير. غالين شعلين يشوفتوا كيكة مع منظر الكبير. اصلا ميلعبش. بالرمضان. بالرمضانة كيكة. عيدوني كيكة. عيدوني لعب باحس الماتش من يجيه لتونس. مالي قالي والتور. فهم حاجة فهمة مساج. اه نيدلغاندري. اه نتنحك سيال حتى كسيال. مفياش فلسه. مفياش فلس فلس. شو اودي سكورت عدم علم لعبية كس ايه طير الملايب يومان اللي ماشي تشانس كل تحكي عليه. دراجر كيف كيف؟ علي معلول ولو اني علي معلول كيف كيف؟ انا اللو مبارشم انا لتاوه مع طال المتخبل اللي نجي بلي يزموا يعطيه. الميتون فيني ما كاينش خايب. لانو ما يخذ حضوة. ايه نحبوه 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 لتيرال طير والسنتر وعدي يعطي سنترجيت وعطي. لانو فيه في الليلة لو قريب يش عاملوه تمثال. روه. احسن لعم. ايه احسن لعب في اللاهلي معناها من احسن للجينب اللي يدخلو لنيدي اللاهلي اللي هو في معناها جماعية غير عادية معناها شامبينز ليغ عندهم كل واحدو. بتقاليد كبيرة برشة. عليهم من احسن نجيو للك المنتخب من نرمال. من لاعب نرمال. لا تيرالجوش نرمال. من غرم عندو الحضوة وهو كابتين الثاني تسمى ولا الثالث. نستنىو منو او نستنىو منو اكثر. هذي انش نرجع لك انا لسؤيل متاعك. نلعبو عالثويبت متاعنا. نلعبو عالريجور متاعنا. علش نقول لك انا ديما بترويه بيفو. ما نلعبوش احنا نلعب بترويه بيفو. سورتو نبدأو محظوذين. اليس السخيري يبدأ لابس. والعيدوني بالفورما ذيكا. والبلسة الثالثة اه يختارها المدرب. عندو خمسين بيفو. معناها يلولي يور اخرين ينجم كروه. ولو انو كل ما يلعبوا السخيري والعيدوني روما ما يمشيش برشة لك. لا مش ما يمشيش لا لا. عشان هنين نقول لك هنين نرجع لك المنظر الكبير. ونرجع لك الجلل القادر فمفرخ. مبردين يجيلي يلعبوا مع بعضهم رو. رو سنتينين يلعب. اييي. العيدوني وسخيري معانيش. سخيري يرعب سنتينين رو. والاخر يرعب روليير علي سار ما عندوش علاقة رو فيه. لانو سخيري رجع لللاكس. هو سخيري يرعب سنتينين رو. سخيري يرعب سنتينين رو. انا سمعته تحليل ذيق عطبه. معندوش علاقة. الزوز عندهم شوية مشاكل في 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 تخريج الكورة خاصة. لعيدوني لعيدوني ما يعطيكش. اوكي اوكي يلعب الليير. اما يعطيش القديم لعيدوني. احنا كنا خايبين يا سليم ماتش. اتمنى لعيدوني. ماتش بركينة فاصة. لعيدوني ضعيف شوية في في تخريج الكورة. موش بالانظار. موش بالانظار. موش ملاش. شكون. هو ليس السخيري. ومن ناحس الملاعبية الجيل تونس. ولا ولو في كل ما يعمل سنتينيلا. كنا خايبين احنا في ماتش بركينة فاصة. رايب زيحة تونس. رايب زحكوا وقتها. دوك متنجمش انتي تجبد بي فيت وتحسبهم. كنا كنا خايبين. انا دي ما كان حلل. معناها اذا كان ماتش خايبين. احنا خايبين خايبين نس كل. لكن اللي اللي نسمع فيه. انو السخيري والعيدوني ما يعبوش مع بعضهم. ما عند حت علقة عليها. هم اكثرين دو ركوبراتور. مش كما غيلين بالرمضان. غيلين بالرمضان. أوفنسي. سوصان ديري لير. رمضان يا. فمتا؟ بوكس تو بوكس. يعني وقت اللي فوق القرى يعطيك دي ما لدي. يعطيك دي ما لدي. بوكس تو بوكس. بوكس تو بوكس. مالعيدوني والسخيري اكثرين ديري كوبراتور. ديفونسي فاكف. ميش موش يرعبون مع بعضهم. انا ما انا ما عنديش ما تجمش تقناع اللي اللي لعب زوز لاعبين تجمش تلعبوا مع بعض. مهدي النفطي وعادل الشيء اللي لعبوا مع بعضا يعني ما تصورش. يعني ما تجمش يعني معزيزي وجوهر ومهدي النفطي كلما يعني. كيما قالوا. بل كيما اسكندر سويح. كيما اسكندر سويح وزيباية رباية. ايجمشي على مع بعضا. وركبت عند الناس كل. انا اقول لك اذا وصل المنتخب في مونديال بشيكون الياس السخيري والي عدوني والثالث معاهم. تسألنا رأيتهم قولك اما انا اه السخيري والي عدوني الرهم اساسية. معناه متحطشش على لي لو الانتي. لا لا انا سخيري عدوني بالرمضان. انا. ام. سخيري عدوني بالرمضان. بي اه اثنين وواحد الاسبرانس قدام شباب بالوزداد لهديب سجلوهم بنحميدة وكذلك ايو الاف دقائق تلتاش وثمنتاش نعيبة. انا. اه. مسألني مسألني. لا يسألني انت مسألش. كامل كامل لاي انا جزت حبيت نحكي على اه بش نكمل بالكلام اه كامل انه المنتخب التونسي اه تحكي عليها ال البريود الاخرى انه يلعب بالديفنس يلعب بالديفنس. نحب نرجع للكاس العالم منتع المنتخب الفرنسي. دي 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 شون كانوا يلو معلية شنوة يعني بيش بيش رباحها بيش رباحها كاس العالم رباحها بنا وعنده وعنده وشوف شوف الرمضة دي جور اوفنسيف اللي عنده. اهي. وهز كاس العالم. منتشيني. بون. اذهي كنسخة الايطالية وايطاليا معروفة على الديفنس. يعني اه. يه ما هو هزي سكت الناس لكل. ايه. لا هزينا كوب دافريك دعم آآ شوف ايه شوف هزينا كوب دافريك اخلت احكي عن نسخة اهيه. ايه هزيت هاتكوب دافريك كباش مع مارو جي لامير. اه ملجم هور اما عندك شكون قدام. وعين. هي وعندك مدافعين عندك في الوسط عندك شوف في الوسط شنو فيه وشوف اللي زا معناها اللي دفاع شنو وشنو فيه. رأوا الديفونس وانك تلعب الخطط الخطط الموجودة في الكرة القدم. ايه. لا تلي تكو مادريد قاعدة تقصي في في كبار كرة القدم في العالم بلا بلا ديجو سيميوني ما بدلهاش الخطم تيها قاعد يلعب يلعب بيك هي الخطم تيها ولي قاعد يلعب بيها صحيح ولا ليه. هو هو صمحني طارق. هو رأوا مش يعني مش المدرب يجي لللاعبين يقولوا مرأنا بشنلعب وليوم الدفاع. ولا. ما تتقالش. ليه ليه ما تتقالش. هما طريقة لعب يختارها المدرب. ولا. حسب الامكانيات اللي موجودة. موجودة. البلوك وين. كيفاش طريقة تتحول ما الدفاع للهجوم. هذيك هذيك الطريقة اللي بشنلعبها. ما ما بشي جي المدرب بشي يقول لنا اليوم بشنلعب الدفاع. رأوا ما هو بيدو مش مصدق روح ولي بشنلعب الدفاع. يعني يعرف يشوف يقرأ المنافس. يشوف النقاط القوة متاع المنافس. ويعرف النقاط القوة متاعه هو وين. يجب يكون هنا جلال قادر اليوم رأى النقاط القوة متاعنا هي في الترانسديسيون رابيد. هي في الـ وقت اللي نحنا نفتكو الكورة نخلطو فيسع للكون أدفيرس فيسع فيسع. يقول لك هنا نطيح البلوك متاع الأيكيب متاعي. وقت اللي نفكو الكورة نحن نستغل الزي سباس اللي فيش خليوم الأيكيب أدفيرس. دونك ما فاميش مدرع بيختار. إيش لازم عندك وقت. إيش لازم عندك الزي ساتا كون رابيد. عندك لازم عندك الازم ديزيلي و دياناتا كون رابيد. إزم عندك تفكير ديما الوقت اللي يتفوك الكورة تلقى للا برمير باس ديما موجودة القديم. عندك تفكير لترانسيسيون بشتوصل للكون أدفيرس. إزم في أقل وقت ممكن. دونك الفرق راهو ما بين النوادي وما بين المتخبات طوى الولاد في الكورة العصرية. هو شكون يوصل بوقت اللي يفك الكورة من المرمى للمرمى في أقل وقت ممكن. ثم شكون يوحط لك كات سانك سو جونت، ثم شكون يوحط لك أكثر. إذيك ذيك الكورة طوى الولاد تتطور. إذيك الكورة طوى العصرية والولاد. دونك يعني الوقت اللي يقولولي مدرب بشي لعب الدفاع و مدرب بشي لعب الهجوم و مدرب بشي لعب خطة معينة و طريقة لعب معينة. ما تجمش تقبلها، ما تجمش، ما تجمش تقبلها. عندك رصيد بجري اليوم، يزم هو يتحكم فيك في طريقة اللعبة متاعك أنت. نقاط القوة متاعك فين؟ في الزون متاعك، في الزون متاعك، زون البلوك طايح، البلوك عالي في البريس. فوزي بنزر دي وقت اللي كان يدرب ديما بالنسبة له هو ديما يجيب ينتدب اللاعبين اللي يتمشوا مع طريقة اللعبة متاعه. دونك نحن في المنطقة بمتونسي، هالي جاليل حتى في زموز مبارية الخرانين. صحيح البلوك متاعنا كان طايح، لكن كان يلعب كان أكثر أكثر حاجة يلوج على الترانزيسيون أوفنسي، في الوقت اللي يفوق الكورة يحاول ديما يمشي. ومن غير ما تشعر هو اللي ما تحكم فيها يعني، هو اللي ما تحكم في اللي في سيلي متاع المباراة. دونك دونك أنت ديما اللاعبين المجموع اللي عندك هي اللي تخليك تختار طريقة اللعبة اللي تتماشى معها. ما حابت تقول تعالي؟ حابت تقول حاجة لين حاجة لولا فما قاعدة معروفة بالكورة يقول لك المدرب البيهي في اللي جون هو اللي يعمل إكزيرسيس، يتماشى مع ولاده ويستنفعه منه. مدرب البيهي في السينيور هو اللي يحط تكتيك تماشى مع ممكنية الملاعبين بتاهم. دونك هذي قاعدة، معنى هذي فيش احنا نجحنا في المنتخب في الفترة الأخرانية، يعني أنا كنا نعانيه في بريود متاع الفلسيف، كنا نعانيه في بريود متاع فما حاجات ما 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 تجيش، معنى هصاروا في الفترة الأخرانية مع مواند الكبير، ومئتين ألف حاجة بش نقعدو نحكيو عليهم زي التوسيات ويباسية تعدى، آآ كي ترجع آآ انتي آآ كالم وترجع آآ فما كي آآ هدوء كي قال ليش اسمو آآ وتعرف شنو عندك، وتحكي معلم لعبية وتعدى المساج تمشي، وفما حاجة نرجوها لدوميلكات آآ دوميلكات راوس مريد تعام لعبية، مريد تعاونترونور، معنى نسمع أنا في 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 عبية ساع ساعي يقول لك آآ هي الفين واربعة نعرف واي، فما مدرب جهبذ طلع وقال لي ما نعرف كيفش هذينا نحنا كاسفريقة الفين واربعة، في إشارة زعمة للكواليس وأنو الناس دز كل دزت معانا وكذية ويحتليلي، فما مدرب يخدم خدمة كبيرة، ولا نرجع كيك الكووس الإفريقية اللي هذيته مصر الكورب، ولا ما نعرف اي، فابتني بس تشك انتي في نجوم ولا رموز الفين واربعة، آآ ترمي كلمة ديك اللي فما مدرب يخدم خدمة كبيرة، فمدرب نتفكر أنه الفين وثلاثة آآ إسلام نعديه في النفو أين، أول أول ديبلوم وقتها مع الإدارة الفنية، جاي جابونا رجي الأمير في تاب الرون، وجمعت في دراسيما وقتها رجي في جاي في التمكم خايفين وكذية، قالونا اصلا ردوا باكم تش بدولوا على الليستة، ووقتها توم بك الحكاية متاع اسكندرس واحد وبارباية، مش كوم شمشي منهم، يخيوهم هزهم شزوه، قعد يحكي معانا آآ معناية حاجة أخرى، رو رجي مع الليزان ترونير يتبدل، رو مش رجي مع الصحافة وقتها هو تندوي شوية هكا واحد، وحكينا على المنتخب فرنسي، أه، وأي ذكر عياته معك، عياتهУ تياري، عياتهο تياري وبعدнаه راجي اه، وحكينا على المنتخب الفرنسي headed, وحكينا حتى على المنتخب تونس، czyli بدنا على كريم السعيدي، وكريم حقي وقتها كلي آآ، بلة بيش يحطوا وسقيهم وقتها في الهي، أما، في ريكب نزة او ماشيين وقتها لالآآ يلكان، حكينا على زيد الجزيرة، حكينا على آآ على برشة ملعبية، تشوف الملاعبية اللي لعبوا معناها في الكوب دافيك والديفونس والملاعبية والوسط وعادل الشيدي وشازيري وسانتوس ما تجيش انت تقول ما هو في بيننا احنا ما هو نعرفوا كيفاش زعمة زعمة احنا منظمين معنا دازهم معنا دونك راوا ميريت متاع ملاعبية ميريت تعاونترنور ونجحنا خاطر رجيل ومير فهم البطولة التونسية وفهم التوينسة راوا ما حمان تعديو كنكيك تتعلط وزعمة ورجسير وتحب كي تصنع اللعب ما تطلع شوية رك تاكل عسا وتروح كما قال بكري راوا مش قايد رباح شكون واحد احنا تعدينا على مالي مالي خرمنا عشرين الف مرة في الكورة احنا تعدينا عليها تاريخ مش يقول احنا تعدينا عليها مالي احنا نجحنا علش انا قلت راوا اه كنقولوا راوا ماش نجيري جلل قادري فمش كونت قلقوا كان احنا نحيط الميريت ولا سبينا الاخرين ليه ليه ظاهرة الحكاية ذي اي واحد مش ارا يعرفها السنين اللي ماش دلونترنور ومشيت لو مورو جيستي ومشيت رجعنا بعض للقعباجة رواحنا بفضاحة تاوا انا ارجع على ان شاء الله تصير السوتيان كبيرة للونترنور وتصير تحذيرات كبيرة وتتحطل فلوس في التحذيرات لانه متخبات كبيرة والمتخب من تصور معندوش مشكلة في الحكاية ذي والملاعبات زيادة يوريوا ما عندهم اللي يلعبوا في البطولة ولا اللي في المنتخب الكلهم كونترنية اللي مش يجيوا تاوا ان شاء الله يجيوا فمزوز دوسيات هذوم من عرش سليم عندك معلومات عليهم والليه والغربي والغربي وين وصلوا وان شاء الله معناها تمشي للمور ان شاء الله خاصة انو السوتيان سليم راو بالحق المدرب راو نورمال ما في الايامات اللي جاي انو تتتعمل كونفيرنس دو بريس وتخليه على رأس المنتخب اذا كان بالحق انتي حاشت كبير خطر زيادة منت مدرب بش يخدم وهو مش عارف روحه اسكو بش يقعد ولا مش بش يقعد ما تنجمش تكون راو تنجمش انك ماشي الكأس العالم بش حضر الكأس العالم وانتي متعرفش على روحك انك بش تبقى ولا مش بش تبقى من المستحسن انو تصير كونفيرنس دو بريس وتقول انو راو جلل ق القادري هو على رأس المنتخب بالتونسي بش تزيد تعزوا بعناصر اخرى لما لا تزيدوا اه اه ناس اخرى تخدموا معاها لما لا خطرها تشوف الستاف متاع المنتخبات الكبرى اقل حاجة اقل حاجة را طلقى عشرين اه خمسة عشرين فستاف معنا تشوف الفستير كيف الشوع الفستير نتورج في الكوب دي مونت في فرنسا تشوف الفستير دوخ معنا هدا هو اللي يلزم الجيل القادري تعملوا بش على قليلة كيف نمشي ونمشي مرتاحين يعني من ناحية اللوجيستيك من ناحية كل شي وصورتو للمدرب بنا يزي خليه المدرب التونسي بالحق عطيه 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 فرستو وخليه يمشي ميسير كيف ما عطيت الفرص للناس الاخرى اللي ما عمد حتسي الكرة تونسية خلي المدرب التونسي يمشي ويخوا فرستو وتو شوفو شنو يعمل تكسح شكرا لك نعيمة شرفتنا بحضرك اليوم كمان زعيم كيف كيف وين وين الوجهة كمان طوى تونس مزلنا كيرا واحنا من ليبي طوى موجودين في تونس ان شاء الله ربي سهل بالتوفيق ان شاء الله شكرا لك تاريخ المسعودي ايضا شرفتنا بحضرك اليوم غنكمله زون ميكس اليوم اجمل تحية اسلام المكتب